بدأنا معكم الحلقة بعدد من ردود الأفعال اللي خرجت من قوى وأحزاب سياسية خلال نص ساعة اللي فاتت توالت ردود أفعال على مستوى رسمي بخصوص اللي حصل إمبارح الهجوم الإرهابي على كنيسة العذرة في الوراء هبدأ مع حضراتكم بنص البيان اللي صادر من رئاسة الجمهورية هم ثلاث مواقف رسمية الأول من رئاسة الجمهورية اللي أصدرت البيان النهاردة بتعرب فيه عن أسى بالغ لأحداث العملية الإرهابية في كنيسة الوراء وأكدت أنه لن يكون هناك مكان للإرهاب في هذا الوطن نص البيان تبعت رئاسة الجمهورية بقاسة بالغ أحداث الجريمة الإرهابية النقراء في كنيسة العذراء مساء أمس الأحد وإذ تتقدم رئاسة الجمهورية ببالغ العزاء للمصرين جميعا في كل ضحايا الغدر فإنها تؤكد على أنه لن يكون هناك مكان للإرهاب في هذا الوطن ده اللي خرج من رئاسة الجمهورية على مستوى وزارة الدفاع حصل اتصال ما بين الوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسيد وطبع النائب رئيس الوزراء حصل اتصال مع قداسة البابا تاودرس التاني النهاردة مساء أدان في العمل الإرهابي اللي تعرض لي الكنيسة وتعرض لي المواطنين المصريين وأكد على أنه القوات المسلحة هتوقف بكل قوة وحسب أمام أي عمل إرهابي بيستهدف المواطنين المصريين ده رد فعل خرج من وزارة الدفاع في إطار اللي كان بيتكلم عنه الدكتور ناجح إبراهيم قبل الفاصل مباشرة من خلال مدخلته التليفونية واللي كنا نتكلم فيه كمان خلال المناقشة وزارة الأوقاف طلعت بيان تتحدث فيها عن علاقة ما حدث بالشريعة وزارة الأوقاف استنكرت بشدة لاعتداء الإرهابي الغشم على الكنيسة وأكدت أن هذه الاعتداءات الآثمة مخالفة لكل الشرائع والقيم الإنسانية وطلبت بالضرب بيد من حديد على مرتكبها ووصفت هذه بأنها ظواهر سلبية وغريبة على الشريعة الإسلامية دي ثلاث مواقف على المستوى الرسمي وقالنا لحضراتكم مواقف على المستوى السياسي في الأحزاب السياسية المصرية على المستوى الشعبي بيبقى دايما الرد هو اللفظ يعني دايما بيبقى فيه رفض لهذه الأمور دايما بتبقى أول كارت وآخر كارت زي ما قلنا طول حالة النهار بتبقى دايما عملية تتم متصورة أنها هتوصل لهدف معين ولكن هذه هي رعاية الله لهذا الوطن ولعقول الناس في مصر ولما بتحصل عملية زي دي بتجيب رد فعلي رد فعلي عكسي تماما الحمد لله على كده بيبقى رد فعلي معاكس تماما لهدف من حاول أن ينفزه بغض نظر عن اسم التنظيم أو الجماعة أو المجموعة سواء كانوا كتائب فرقان أو كتائب أي اسم تاني هم مش قادرين يفهموا مصر المصريين هم اللي فهمنا